السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الأول Circuit Variable ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء الثاني Voltage and Circuit Elements Voltage الجهد بين نقطتين A و B هي الطاقة اللازمة لتحريك شحنة من النقطة A إلى النقطة B خلال عنصر كهربائي ويقاس الجهد بالVolt وإليكم المعادلة للجهد وهي اشتقاق الانرجي على الشحنة وحدة الانرجي هي الجول وحدة الشحنة هي تشارج الكولومب ووحدة الجهد كما رأينا هي الفولت Circuit Elements في معظم الأحيان المكون الكهربائي له طرفان والعلاقة بين الجهد V والتيار الكهربائي تحدد لي نوع المكون الكهربائي ونقسم المكونات الكهربائية إلى قسمين Active و Passive Element فالActive Element هي Generate Electrical Energy يعني تعطيني طاقة كهربائية مثل البطاريات وإليكم الرمز المقنن لمصادر الطاقة فهي إما مصدر جهد أو مصدر طيار أما القسم الثاني وهو Passive Element وهو عكس القسم الأول فالPassive Element لا يعطيني طاقة مثل الكاباسيتر المكثف وهذا هو الرمز المقنن الاندكتر الملف وهذا هو الرمز المقنن للاندكتر والريزيستر وهو المقاوم الكهربائي وهذا هو الرمز المقنن Voltage and Current Source مصدر الجهد أو التيار المثالي يختص بتغذية الدارة الكهربائية بجهد أو تيار ثابت لا يتغير وإليكم الرموز المقننة لمصدر الجهد ومصدر التيار الثابت فمصدر الجهد المثالي Ideal Voltage Source يختص بأنه يعطيني جهدا ثابتا مهما كانت قيمة التيار الكهربائي يعني بغض النظر عن الأحمال الموجودة والمتصلة بمصدر الجهد أما مصدر التيار Ideal Current Source فيختص بتغذية الدارة الكهربائية بتيار ثابت بغض النظر عن الأحمال المرتبطة به وهنا عندي تيار ثابت لا يتغير مهما كانت قيمة الجهد ترجمة نانسي قنقر